الجانب الثاني من جوانب عملية التدريس يتعلق بسؤال ماذا أعلم يركز هذا السؤال على محتوى الدرس والمحتوى مفهوم يشير إلى مجموعة المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات التي تتوافر في درس معين على المعلم أن يتوقف أمام هذا المحتوى لأن محتوى الدرس هو المادة الخام التي من خلالها يستطيع المعلم أن يحقق الأهداف لذلك فالمحتوى له أثر كبير على تحقيق الأهداف لا بد أن يكون هذا المحتوى شاملا وكافيا أيضا المحتوى يؤثر بشكل مباشر على طريقة التدريس التي يستخدمها المعلم وعلى الأنشطة والوسائل التي يخطط لاستخدامها داخل الفص الدراسي بل إنه يحدد للمعلم كذلك نوعية التقويم المناسب فالتقويم لا يكون على مستوى واحد وإنما يتفاوت التقويم من معلومة إلى أخرى معنى ذلك أنك كمعلم لا بد أن تبدأ بالنظر إلى المحتوى وأن تقوم بعملية تحليل لهذا المحتوى ماذا نقصد بتحليل محتوى الدرس؟ المقصود بتحليل محتوى الدرس بشكل بسيط تجزئة المحتوى إلى مكوناته الأساسية طيب ما المكونات الأساسية لمحتوى الدرس؟ تشمل أولا المعارف والمفاهيم والحقائق والمبادئ والمعلومات هذا هو الجانب المعرف في محتوى الدرس إذن الجانب الأول في محتوى أي درس هو جانب معرف يتعلق بمجموعة المعارف الجديدة والمفاهيم الجديدة والحقائق الجديدة والمعلومات الجديدة والمبادئ الجديدة التي يتضمنها الدرس وينوي المعلم أن يقدمها لطلابه لا بد أن تعزل كل هذه الجوانب المعرفية وأن تكون على دراية كافية بكل منها وعلى وعي كاف بمعناها ومدلولها وما إذا كان لدى الطالب معارف سابقة عنها أم لا ثم يأتي الجانب الثاني في محتوى الدرس وهو الجانب المتعلق بالنواحي الوجدانية في محتوى الدرس هذا الجانب يغطي الاهتمامات الإيجابية والميول والاتجاهات والقيم الجانب الوجداني يهدف إلى إكساب الطالب مجموعة من القيم والاتجاهات والمثل العليا المستمدة من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ظروف المجتمع المعاصر ومن طبيعة المادة الدراسية مع العمل امتبه إلى تعديل السلوكيات السلبية التي تصدر من الطالب أخيرا يأتي الجانب الثالث في محتوى الدرس وهو جانب المهارات هذا الجانب يركز على إكساب الطلاب كيفية أداء عمل معين بدرجة من السرعة والإتقان لا بد أن نشير إلى أن تحليل محتوى الدرس أمر مهم ولازم لكل معلم فالمعلم الذي ينوي والذي يرغب في أن يقدم تدريسا جيدا لا بد أن يقوم بعملية تحليل محتوى جيدة جدا قبل أن يدخل إلى فصله الدراسي لأنه في ضوء هذا التحليل سوف يحدد أهداف الدرس سوف يختار طرق التدريس سوف يختار الأنشطة والوسائل المناسبة سوف يضع التقويم المناسب لدرسه ترجمة نانسي قنقر